نروح بقى الأخبار الأهلي برضو يا أحمد اللي بيواصل تدريباته اليومية حاليا على ملعب التاتش استعدادا لعودة الدوري بمباراة ام بي يوم الحد اللي جاي بايلر طبعا المدير الفني السويسري يعني بيكسف مع الجهاز الفني اجتماعات وجلسات مع لعبي الفريق عشان يعالج أي مشكلة قبل طبعا بطولة الدوري المصري هنروح كمان عشان نبقى أكتر موجودين في الخبر يعني ملعب التاتش هنروح معنا مرسلنا مينة ماهر مينة مرحب بك في برنامج السادسة وعايزك تطميني على جهزية اللعيبة النهاردة تحياتي لك يا صارة وتحياتي لك يا حمد وتحياتي لكل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان من ملعب مختار التاتش وتدريبات قوية جدا استعدادا لمباراة ام بي القادمة في الدوري ممتاز يعني تدريب النهاردة يشهد حماس شريط جدا من جميع اللعبين حتى يمكن اللعيبة كانوا في غرف خلع الملابس من الساعة أربعة ونص يعني قبل معاد التمرين بساعة يمكن كوتش ريني بويلر بيركز الفترة دي على التدريبات البدنية يعني كان لازم التركيز على التدريبات البدنية بشكل كبير جدا نحتاجين الفرقة ترجع تاني للقوام البدني المطلوب عندنا دوامة من المباريات المحلية والأفريقية بنشكرك مينة شكرا جزيلا ويمكن من الأخبار اللي عرفنا النهاردة أنه كابتن صالح جمعة اشترك فيه المران الجماعي والحقيقة صالح يعني كل المقربين منه بيأكدوا أنه في حالة تركيز شديدة جدا رغبة منه في أنه يتصلح مع نفسه الأول وبعاكد يتصلح مع جمهور الأهلي الحقيقة مستني منه كتير وهو جدير وهتمتع بإمكانيات الحقيقة فنية عالية جدا نتمنى الحقيقة أنه هو يفيد بيها نفسه ويفيد بيها فرقته ويفيد بيها منتخب مصر في النهاية كماني أحمد ياسر إبراهيم عشان أطمن الجمهور بدأ جلسات العلاج الطبيعي لعب مهمه يعني فترة اللي جاية وياسر بازل مجهود ومركز حقيقة في الفترة الأخيرة بشكل كبير لولا الإصابة اللي حصلته في المطش اللي فات لكن حقيقة إن شاء الله نتمنى أنه يتعافى سريعا ويدخل فورما حمد يفتح يرجع علينا إن شاء الله وتبقى قايمة ساعد سمير بعد كده وندفد العلمة السفهم الحقيقة كبيرة جدا حيارة كل جماهير النادي الأهلي ونتمنى إن شاء الله كلهم إضافة للفريق وإن شاء الله يفيدوا فرقتهم في الفترة اللي جاي